السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم لآلئ ودلر من تفسير قصار الصور هذا البرنامج القرآني الذي يأتيكم خلال شهر رمضان المبارك لنعيش وإياكم مع صور كتاب الله سبحانه وتعالى اليوم سنتحدث بإذن الله عز وجل عن صورة الليل هذه الصورة التي ابتدأت كغيرها من الصور الكثيرة في جزء عامة ويتتحدث عن بعض المعاني الهامة لكن تبدأ بالقسم هذه الصورة التي في أهم معانيها تتحدث عن اختلاف سعي الناس في الدنيا بين محسن ومسيء بين صاحب حق وصاحب باطل ثم بناء على ذلك يختلف جزاؤهم في الآخرة بناء على اختلاف سعيهم وهنا يفتتح القرآن الكريم في هذه الصورة بقسم يتناسب مع هذا الموضوع لذلك وجدنا أنه افتتح القسم بالليل قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى الليل والنهار والذكر والأنثى انظروا معنا كيف أن هذين القسمين هما يتحدثان عن متقابلين عن متناقضين لكنهما ليس تناقض السلبي وإنما التناقض الاختلاف التكاملي وليس الاختلاف اللي فيه تنافره أي أن الليل يكمل النهار والنهار يكمل الليل فتخيلوا معي لو أن الحياة نهار سرمدا وليس هناك ليل كيف يمكن لنا أن نعيش متى نستريح هذا الليل الذي جعل سباتا وجعله لباسا هذا الليل الذي يأوي به الناس ليأخذ قصة من الراحة لكن تخيلوا أيضا في المقابل لو كان الليل هو السرمد وأنه ليس هناك نهار أين المعاش أين العمل أين النور أين الطمأنينة اسألوا من يعيش في بلاد ستة أشهر من الليل وستة أشهر من النهار يعانون من حالات نفسية من اكتئابات معينة لماذا؟ لأن هناك في مشكلة في هذا التعاقب في هذا التكامل وإن كانوا مختلفين نهار وليل ظلم ونور لكنه اختلاف تكاملي وكذلك الذكر والأنثى الذكر والأنثى يختلفان في كثير من الأمور من الناحية السيكولوجية من الناحية الفسيولوجية من الناحية الجسمية في الأجهزة التنسلية وغيرها في طبيعة النفس في طبيعة العواطف والهرمونات لكنهما في النهاية يكملان بعضهما البعض ما ينقص هنا يكمله ذاك وما ينقص هنا يكمله هذا هكذا هي الفكرة ومن هنا جاء بعدها إن على ماذا أقسم إن سعيكم لشتى هذا الاختلاف هذا الذكر وهذا الأنثى أيضا هناك السعي شتى فهناك يعني مختلف فتجد من يسعى إلى الخير ومن يسعى إلى الشر ما هناك سنة التدافع ما بين الناس هذا يدفع ذاك والخير يدفع شرا والشر يدفع خيرا وهكذا الناس يتدافعون كل منه يلجأ إلى سعيه هذا السعي الذي سيجده هو وسيجد نتيجته ولا أحد سيكتوي بناره إن أساء ولا أحد سيأخذ من خيره إن هو فاز لذلك صنفتهم هذه السورة صنفت الناس إلى صنفين الأحدهما قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الذي يعطي الذي لا يبخل الذي يكون من الذين يتزكون ويزكون ويعطون ومن المحسنين الذين يتقون الله سبحانه وتعالى ويصدقون بدين الله سيوسرهم لليسرى وسيكونون مع الله سبحانه وتعالى وسيكون تيسيرهم للخير لليسرى يعني الخير من اليسر أو اليسرى وهي الجنة وهي خير ما يمكن أن يعطي الله عز وجل عباده فهذا إذن هو عطاء عام من الله سبحانه وتعالى لأمور الدنيا بخير الدنيا من المال والمشاعر والذرية الصالحة والقوة والعلم وأيضا هو هو عطاء الله عز وجل في الآخرة فهذا من الله سبحانه وتعالى عطاء مقابل التقوى مقابل العطاء الذي يعطيه هذا الإنسان لكن في المقابل أيضا وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى من بخل بما أعطاه الله عز وجل لم يستخدمه كما أراد الله عز وجل بخل بماله بخل بجهده بخل بكلامه بخل بعطائه بخل برحمته هذا الإنسان يستحق أن يكون الجزاء من جنس العمل فأن يمنعه الله عز وجل وأن يسره للعسرى أن يسره للشر وأن يسره لجهنم والعياذ بالله وهذا هو الذي يبحث عنه الإنسان في سعيه هو الذي يجده عندما يجد النتائج يوم القيامة لذلك جاء التهديد من الله سبحانه وتعالى عندما قال وما يغني عنه ماله إذا تردى هذا الذي يبخل ماذا يغني عنه ماله ماذا ينتظر إذا تردى إذا وصل إلى أرض للعمر إذا هبط إذا ضعف ماذا ينتظر هل ينفحه هذا المال وقيل من راق أين المداوي أين الراقي أين الذي يستطيع أن يعطيه ويرجع له شبابه لا يوجد لا يوجد أبدا إذن لا ينفعه هذا المال ولن ينفعه هذا البخل بل سيأخذ بيده إلى جهنم والعياذ بالله من هنا إن علينا للهدى أي أن الله عز وجل قال لنا إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فالله عز وجل قرر أن عليه التبيان ولكن على الإنسان أن يتبع بإرادته وقراره إما أن يأخذ الهدايا وإما أن يلحق بطريق الشر فالإنسان إن سعيكم لشتى ومن هنا جاء من عند الله سبحانه وتعالى فأنذرتكم نارا تلظى الله عز وجل أنذرنا نارا تلظى ماذا نريد؟ والله ينذرنا ويذكرنا بالآخرة وحقيقة أغلب صور جزء عما بالذات تكثر من ذكر الآخرة وتربط في الآخرة لأنه هو الذي يجعل الإنسان يستقيم عنده فغفلتنا عن الآخرة هي التي تجعلنا نبتعد وتجعلنا نقصر في حق الله وفي حق أنفسنا وفي نهايتها قال عن الذين يزكون أنفسهم وما لأحد عنده من نعمة تجزى أي عمله للخير ليس من باب مقابلة الخير والمعروف بالمعروف ولكنه من أجل الله سبحانه وتعالى هو يعطي الخير ويكون كريما بالخير ويهدي الناس ويعطيهم وينشر لهم الخير والنور ليس لأنه ينتظر منهم مقابل وإنما لأنه مع الله ومن أجل الله وبهذا يمكن للإنسان أن يفوز وأن ينتقل من الليل إلى النهار وأن يكون هذا التكامل في حياته وهذا السعي الذي يجعله من خلال ما يحصل فيه اليسرى التي وعدها الله سبحانه وتعالى بها فإذا قرأنا صورة الليل فنتذكر هذا المعنى إن سعيكم لشتى فاختر لنفسك أي سعي تريد ولا أن ألقاكم حلقة جديدة من برنامج لآلئ ودرر أستودعكم الله في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة